المسلمون ليسوا وحدهم من سيدخلون الجنة هذا تصريح للدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق يفتح عليه أبواب التعليق من جديد لكنه لم يكن التصريح الوحيد الذي أثار جدلا فالشيخ علي جمعة وكعالته في رمضان يقدم برنامجا دينيا على شاشة تلفزيون المصري هذا العام في برنامجه نور الدين يحضر معه مجموعة من الأطفال والمراهقين ليسألوه عما يدور في خواطرهم بشأن الإسلام وتشريعات الإسلام في أولى حلقات البرنامج سألته الطفلة لماذا سيدخل المسلمون وحدهم دون غيرهم الجنة وهكذا كان رد الشيخ جمعة دلوقتي في ديانات أخرى غير ديانة الإسلام مثل المسيحية وكما لها رسل من السماء وكتب مثل سيدنا عيسى دلوقتي لمسلمين بس هم اللي يدخلوا الجنة هم برضو مساء المسيحية المسلمين بس هم اللي يدخلوا الجنة دي معلومة مغنوطة عندك لأن ربنا قال غير كده قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابقين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يعزنون يبقى الآية واضحة جدا أن ربنا سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام كل اسم إسلام عندنا رد الشيخ جمعة أثار عاصفة من الجدل في مصر بين مؤيد له في الرأي ومتهم له بالتحريف لكن هذا لم يكن الرأي الوحيدة لجمعة الذي أثار جدلا فشيخ تحدث أيضا عن عدم تحريم الحب والصداقات بين الجنسين قبل الزواج بشروط العفاف على حد تعبيره دي واجه أيضا بانتقادات البعض رجل بتقول إن الشيط ما أعتبرش خلوه مدام الأب والأهل آه في علانية وما فيش حاجة حرام الحرام ده بقى يعني هو الحرام يعني فيه خلوة لا سماني يعني دلوقتي مثلا هو أبعط لها رسالة كتب له فيكي بحبك وحشتيني مثلا أه وأبوها عارف أه أه خلاص طب لو هو يعني طب لو شات ومحدش يعرف محدش يعرف يبقى غلط يبقى ابتدين السر أهو يبقى نتكلم كلام مش مصبوط كلام نتكسف منه كلام يحك فيه الإثم ونخافه أن يطلع عليه الناس ما هي أوضح من الواضحات أيها أبيان من البينات صح وفي موقف آخر سأل أحد الأطفال الشيخ علي جمعة عما إذا كان الاحتفال بالكريسماس عيد الميلاد حلالا أم حراما لتثير إجابة الشيخ مزيدا من الجدل هو الاحتفال بالكريسماس حرم أو الحلال طب ما عليش أنا عايز أعرف كريسماس يعني إيه الاحتفال بالكريسماس كلمة يا إما تعني بيها أنت الاحتفال بالسنة الجديدة يا إما تعني بيها ميلاد المسيح عليه السلام إذا كان تقصد ميلاد المسيح فنعم يجوز الاحتفال به لأنه يجوز الاحتفال بالأنبياء على وسائل التواصل الاجتماعي تصدرت تصريحات جمعة التريند عبدالله مثلا يقول بالمناسبة يعني رأي علي جمعة اللي قاله بتاع مش المسلمين بس اللي هيخشه الجنة رأي كمان شيخ الأزهر أحمد الطيب وصرح بيه قبل كده وبعدين أنت كمسلم إيزع عليك أن كل الناس تدخل الجنة هو كومباوند أبوك دي بتاعت ربينا يا أخي طيب سعد يقول علي جمعة جايب كم طفل حتى يفسد أخلاقهم ودينهم أما سارة فقالت ده أول برنامج ديني أشوفه بحياتي يخص الأطفال والمراهقين وبيحترم عقليتهم أول برنامج يتيح الفرصة للأطفال أنهم يسألوا أي سؤال حتى لو كان شائك من غير ما يخافه أو يتكسفه أو يتقال لهم كده عيب أو حرام ويلقوا مصدر موسوق معتدل يجاوب على أسئلتهم زي الشيخ علي جمعة طبعا هذا كان هذه التاليقة هذه ليست مرة الأولى التي يثير فيها الشيخ علي جمعة الجدل ففي فتاوى تصريحات سابقة له عرضته لانتقادات من بينها رفضه لحملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية من جهة الأفراد وأن الأمر يجب أن يتم من خلال الدول على حد تعبيره كذلك أيضا إباحة فوائد البنوك وغيرها من القضايا التي يختلف فيها علماء الدين في الإسلام أيضا الفنان عبد الحليم حافظ بحسب علي جمعة غنى أغنيته الشهيرة أبو عيون قريئة مدحا في النبي محمد مغيرا كلماتها لتلائم الأمر وهو ما فعله فعلا عبد الحليم حافظ في نسخة أخرى من الأغنية الشهيرة يبدو أنها لم تظهر لكثيرين لكن الجانب الأكبر من الامتقادات التي تطال علي جمعة دائما تتعلق بأرائه السياسية وخاصة في تصريح له رأى فيه البعض أنه أباح من خلاله قتل المتظاهرين من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في اعتصام رابعة في عام 2013 لينفي جمعة الأمر قائلا إنه كان يتحدث عن الخوارج وعن الجماعات والأفراد المسلحين الذين يهاجمون قوات الجيش والشرطة حينما قال اضرب في المليان ويطول الجدل عن تصريحات جمعة بين مؤيديه ومعارضيه فيما يرى المفتي السابق أنه يتعرض لحملات تشويه